هلو الله حلقتنا من خمس اشياء رح تكون عن العاب رهيبة تكنسلت بس قبل ما نبدأ رح تزور الاشتراك واللايك عساس شبهون فيديوهات رهيبه مثل كذا والحين خلونا نبدأ هذه الحقل من خمس اشياء برعاية هواوي ميديا باد ام 5 برو اول لعبة معنا هي ميجيمان لجنز 3 او روك مان داش 3 اللعبة هذة تعتبر جزء الثالث من سلسلة ميجيمان لجنز والاب الروحاني لسلسلة ميجيمان كيجين افوني كانوا يسوي اللعبة على نفس المحرك اللي يسوي فيه لعبة ديد رايزنج ولعبة لوس بلانت واللعبة بطالها ميجيمان ظلنت غير ميجيمانات اللي متعودين عليها من ميجيمانات الثانيات طبعا فكرة الخطة انه بيسوون انيمي وبيسوون لعبة الانيمي سواه وخلص لكن اللعبة تكنسلت والسبب تويتر كابكم يقولون ان الفانس ما دعموهم ولعبة ثانية اللي معانا لعبة سايلنت هيلز طبعا لعبة هذة كلكم مكين تعرفون عنها وتعرفون عن ديمو بي تي اللي كان اسمه بلايابل تيزر الديمو هذا فكرته كان انك تلعب اللعبة بعدين لما تخلصها راح تطلع وتكشف انه اصلا هذا دعاية حق لعبة سايلنت هيلز اللي بتنزل وميزة اللعبة اللي راح يكون فيها تكان تعاون جدا قوي بين المخرج قلموري دلتورو اللي اخرج فيلم مثلا دا لابرنت وايضا الاسطورة كوجيما وايضا نورمون ريدوس اللي هو يعتبر واحد من الابطال المشهورين من مسلسل ووكين ديت اما لعبتنا الثالثة هي لعبة جاك فور جاك معروف عنها لنا جاك ان داكسر سلسل مشهورة من شركة نوتي توق لكن جاك فور كانوا يسوون ريبوت كامل لعبة بحيث تغيرون الرسوم من الرسوم كرثونية الى الرسوم حقيقية والرسوم يعني المناطق كلها رح تكون حاجة حقيقية لكن الاسف ما شافت النور ومعني بصراح سبب الكنسة الحقها ما كان واضح جدا وهذه معلومات اللي نعرف عنها واللعبة الرابعة المعانا هي لعبة سكيل بوند سكيل بوند هي من الاسطورة كامية طبعا اللي سوى ديفل ميك راي وايضا بيونتها انا شخصيا لما رحت المعارض وجربت اللعبة جرت منها نسختين النسختين هذه مرة مختلفة عن بعض يعني اللعبة كانت توصل مراحل في التطوير جدا يعني حاجات سيئة وايضا لشاء تقول ان صار خلاف بين كامية ومايكروسوفت في تويتر او حاجة زي كده وانا في خلافات بينهم ادى النا اللعبة اخشي مايكروسوفت تسحب عنها وتكنسلها واخر اللعبة معنا هي لعبة ريزنت ايفل 1.5 هذه اللعبة اللي كان المفوضة تكون ريزنت ايفل 2 كان طبعا من الاسطورة شنجي ميكامي وفكراتها في القصة قريبة كثير جدا من قصة ريزنت ايفل 2 وما تعدين عليها لكن الفرق الوحيد ان البطلة ما هي كلير كانت واحدة اسمها اليزا ووكر وهذه كانت خمسة العاب اللي جبنا لكم ياها اليوم عطونا رأيكم فيها وعطونا رأيكم في الحلقة وايضا اذا فيه العاب ثانية ما ذكرناها اذكروا تحت في الكومنت ولا تنسوا مرة ثانية اشتركوا في القناة وحطوا لايك عسى تشاهدون بيديوهات رهيبة مثل كذا يعطيك معكم المتابعة كما معكم فاد الشيحة مع السلامة